نروح لأخبار نادي الزمالك ومنح الجهاز الفني للزمالك بخادة البرتغالي جزي جامز لعبي الفريق راحة 24 ساعة بعد العودة صباح اليوم السبت إلى القاهرة بعد مشاركة في مهرجان اعتزال نجمة كرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم على ملعب شهداء بنينة وهي المباراة لانتهت بخسارة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفينكس الدولي وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية واستمتعنا كلنا بأجواء اللقاء بالأمس واستعد الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العربة لسه مع أخبار نادي الزمالك وخبر مهم بتعلق بالاتحاد الأفريقي الكاف واللي حدد يوم 8 نوفمبر الجاري موعد للنظر في الاستئناف 18 نوفمبر الجاري آسف موعد يوم 18 نوفمبر الجاري للنظر في الاستئناف المقدم من الزمالك ضد العقوبة التي تم توقعها على نادي بسبب الأحداث التي كانت موجودة في نهاية بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي وراء مجلس إدارة نادي الزمالك أن العقوبة التي تم توقعها على نادي مبالغ فيها بعض الشيء لا سيما أن نادي الزمالك لم يكن مسؤولا عن إجراءات التنظيم في مباراة نهاية الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان مما دفع إدارة نادي الزمالك للتقدم بتظلم على قبات الاتحاد الأفريقي لقرة القدم قبل أن يتلقى ردا من كاف خلال الساعات القليلة الماضية كان الاتحاد الأفريقي لقرة القدم كاف عقب الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار ومنع حضور الجماهير في مباراة الأفريقية لمدة أربع مماريات منهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ على خلفية الأحداث في مباراة النهائي الكونفدرالية ويستعد الزمالك لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزنبيق في الجولة الأولى لمباراة دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاذ القاهرة الدولي بسا مكملين مع نادي الزمالك واتفق مجلس إدارة الزمالك مع حمزة المسلوسية على تجديد تعقده مع نادي الزمالك أن يتم لعب عقد جلسة مع الإدارة في الأيام المقبلة بناء على رغبة البرتغالي جزي جامز المدير الفني الذي طالب باستمرار اللاعب نظرا للجهود التي يفضلها المسلوس مع الفريق وأكد جزي جامز أن استمرار اللاعب أمر مهم جدا أنه هو بيقدم مستويات مميزة مع الفريق وهو واحد من الأعمال الأساسية التي لا غنى عنها في اللقاءات ومن جانبه ورحب اللاعب بتجديد تعاقده مع الزمالك مؤكدا أنه بيعيش حالة من الاستقرار في الزمالك وتربطه علاقة كبيرة يا حب بجماهير نادي الزمالك تستمع نادي الزمالك حيث كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك على تطورات حالة محمود حمدي الوينش مدافع الفريق وقال أسامة أن محمود حمدي الوينش انتهى من كافة الفترات التأهلية التي كان يخضع لها خلال الفترة الماضية وأوضح رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن تم تجهيز مدافع نادي الزمالك من الناحية الطبية بشكل إيجابي على أعلى مستوى وعاد الوينش للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك في الفترة الماضية ويقوم الجهاز الفني بالفريق بتجهيز اللاعب بشكل تدريبي قبل عودته للمشاركة في المغاريات ودي الأعطاء من طبعا استعداد الوينش في الأيام الماضية قرر مسؤول نادي الزمالك زيادة راتب البرتغالي جزيجو مزقى مدير الفني لفريق نادي الزمالك واجهازه المعاون في عقد الجديد لما يتناسب مع العطاء الذي يخدم المدير الفني مع القلع البضاء منذ قدومه على رأس القيادة الفنية ويعني مسؤول نادي الزمالك عقد جلسة مع جزيجو مزقى بعد العودة من ليبيا الاتفاق فيها على الرطوش النهائية في تجديد التعاقد خاصة إن إدارة النادي الأبيض تلمس مخدار التطور التي ظهر عليه الفريق مع جزيجو مزقى رغم ظروف الصعبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر